اظن الجميع للوهلة الاولى ان القائمين على الملف الاممي في اليمن احترموا تاريخ هذه المنظمة العالمية وانسحبوا من الحديدة رافعين لافتة رفض تحكم ميليشيات الحوثي بقرار بعثتهم التي اثبتت فشلها الذريع في جر الاطراف الى سلام من بوابة الحل السياسي مصدر في مكتب مارتين جريفث اعلن ان ذهاب السفينة الاممية بموظفي بعثة الرقابة الهدف منها تقليص العدد لمواجهة كورونا هذا التصريح عبارة عن ذر رماد على العيون صدقه البعض ولم يتساءل لماذا لم يأتي هذا التقليص مبكرا الواقع ان 29 من بعثة الامم المتحدة غادروا بالسفينة الاممية صوب ميناء صلالة في سلطنة عمان وبقي 11 موظفا من البعثة على رأسهم الجنرال ابهجت قوها والذي انتقل الى فندق على كورنيش الحديدة يعد سكان لامم المتحدة اليمن اليوم كانت قد تواصلت في وقت سابق بالفريق الحكومي وافاد مصدر مسؤول فيه ان سبب المغادرة كان بطلب من الحكومة اليمنية التي خاطبت الامم المتحدة وطلبت تعليق رشاط البعثة لحين تحقيق الشروط التي رفعتها الى مجلس الامن وعلى رأسها نقل مقر البعثة الاممية الى منطقة محايدة ما حدث في الحديدة يعد طردا دبلوماسيا من الحكومة للبعثة الاممية بعدما قبلت هذه المنظمة الدولية ان تكون مطية للحوثي ومارد الفانوس للميليشيات بل ان الدور الضعيف وشتات الامم المتحدة يظهر مؤخرا في جعل ملف الحديدة ثانويا بعدما كان الصفيحة الساخن وبوابة اليمنيين الى السلام